بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معكم مستر أحمد البشر وإن شاء الله هنبدأ أكسرسايز على لسن فري في الأكسرسايز ده هناخد مجموعة أسألة أقليلة بس كل سؤال لي معنا وكل سؤال أنا عاوز ألفة نظرك لحاجة معينة أول سؤال بيقول لي يعني بيقول لي هنا مين في دول أكتف مثل ومين فيهم أكتف نون متل إحنا إمتى بنقول على المثل أكتف بنقول عليه أكتف لو كان عنده فيه إلكترونس يقدر أنه يعمل لها لوز إمتى يكون مست أكتف يكون مست أكتف لو كان السايز بتاعه كبير لو كان الريديز بتاعه كبير فأنت لما تيجي تبص على دول شوف مين فيهم أكبر واحد في السايز في الأتومي كريديز فهتلاقي إيه؟ هتلاقي إن مثلا واحد زي الزينون ده أكبر واحد فيه لأنه نعرفين إن إيه؟ هليوم، نيون، أرجون، كريبتون، زينون، رادون فالزينون ده إليمنت كبير فاهمني؟ وبعدين 6S يعني أقصى لفل عندك إيه؟ يعني أنت فيه عندك ستة برينسبل فده إليمنت كبير جداً فمعنى إنه هو كبير يكون هو المست أكتف أكتر من الفايف وأكتر من الوان وأكتر من السري خلاص؟ طيب العكس بقى بتاعه في النون ميتل يقول لك إيه؟ إن النون ميتل كل ما يبقى صغير كل ما يبقى أكتف أكتر فتلاقي أنت تدور هنا على أقل واحد في البرينسبل نمبر هتلاقي إن هنا عندك 2P5 ده هو أقل واحد في البرينسبل نمبر طبعاً إحنا عارفين إن الإليمنس فأقرب اختيار يعني هو أقرب اختيار هنا هيكون صح بي أعتقد أصح بي بي هو أكتر اختيار هيكون مرتبط ببعضه يعني هيكون إيه؟ فإن أنا أختاره فهيكون المست أكتف متل هو الزينون 6S1 ومست أكتف نون متل طبعاً الإيه؟ بالنسبة لإختياراته اللي هم الدهالي طبعاً الإيه؟ طبعاً الإيه؟ طبعاً الإيه؟ إحنا ليه بأخدناش يا مستر؟ يكونوا أحد يقول لك إيه؟ طبعاً إيه بأخدناش 2P3 رغم إن هي أقل من الفايف يعني أنت هنا بتقول يا مستر البرينسبل 2 طبما ده 2؟ وبعدين هنا أقل قال لك إيه بأخدناش 2P3 الP3 ده فيه 3 أماكن لما يكونوا سري بس كده معنى كي أن التلات أماكن مليانين وكل واحد فيه واحد ومبسوطين وزي الفل فده ستيبل جداً إنما الفايف الفايف برضو متوزيين على الثلاثة بس أول واحد فيه 2 والتاني فيه 2 كده 4 والتالت فتاة مش مستقر ده عاوز يعمل جين عاوز يكتسب فيه يعمل نيجاتيب فعموماً السؤال ده خطير ومهم جداً فأنت لما بتيجي أقول لك مست أكتف دور على الأكبر واحد بالنسبة للمتال يعني لما أقول لك مست أكتف نون متال دور على الأصر واحد السؤال بعده بيقول لي ها هناك 6 أكسايدات لكي 6 أكسايدات مختلفة فجعب لي اختيارات وبيقول لي مين فيهم هما الكوريكت بالنسبة للأكسايدات عد بقى يعني أنت تقعب بقى تشوف الأسيديك كام واحد البيزيك كام واحد والأموفاتي كام واحد والنيوترول كام واحد وهتلاقي الاختيار الصحة هو آخر واحد اللي هو دي فاهم فأنت قعب بقى راجع راجعهم بقى شوف مثلاً أنت عندك كام أورفاتيك أنا قلت لك أنه غشاش تكوائل ولتك أنه فيه 2 كامل بقى أنت شوف الأسيديك كام واحد الأسيديك دولت اللي هو ما بتوعي أنه مثل أهم هذه 2 أهم أسيديك وهكذا ماشي فديكت وجهة نظر بس في السؤال دا عاوز أننا أقوله لكم السؤال بعد كده بيقول لي The opposite figure represents a section in predictable What is the letter which indicate the element that is characterized by having small atomic radius and not conducting electricity هي بقى القصة كلها في كلمة Not conducting electricity لأن اسمه الاتوميك ريديس ممكن يكون A أو B يعني فهم الفكرة إحنا اتفقنا أنه كل ما ننزل لتحت الاتوميك ريديس هي كبير ماشي واللي فوق ده صغير الفكرة أنه هو Not conducting electricity دي بتدل على أنه هو طبع عيدة النون متل فهم الفكرة طيب عيدة النون متل في الحتة دي طيب يبقى مين يبقى اللي يشاور على Not conducting electricity with small radius يبقى LA سؤال بعد كده بيقول لي The opposite table represents the quantum numbers of last electron in atom of each X and Y element يعني احنا عندنا X and Y element وبيسألني المجموعة السابق بيقول لي which of them electropositive طيب خلينا نبدأ كده بفكرة ال AL سألين لا أعلمش دعنا نبدأ بفكرة electronic configuration بتاع كل واحد فيه احنا لو بصينا للX ماشي الX ده هو بيقول لي principle 3 يعني principle 3 يعني طبعا هو بيكلمنا عن last electron يعني آخر حاجة هلاقيها هلاقيها أن فيها 3 ماشي وبيقول لي يعني آخر حاجة كده خالص principle 3 وبيقول لي أن ال L بتاع آخر واحد ده B1 طب احنا اتفقنا أن ال L لو بزيرو يبقى S لو ب1 يبقى B صح يبقى آخر واحد في B تركز معي والB ده احنا عارفين أنه هو 3 يعني فيه 3 احتمالات ممكن يبقى negative 1 0 و positive 1 خلاص طيب هو بقى بيقول لي أنه هو موجود في الزيرو يعني ده كله مليانه يعني ده هنا هتلاقيه مليان وبيقول لي كمان أنه هو negative 2 negative 2 ده يعني معناه أنه فيه 2 واحد واثنين وده هنا معناه كده أنه يبقى مليانه يبقى 1 واثنين فعمل فكرة معنى كده أن ال B أن ال B هيكون في LB ده في الحالة دي طبعا أنت بتتكلم عن الشكل اللي قدامك لو أنت حسدتها هتلاقي نيون 3S2 ماشي 3S2 3PA 3P5 ماشي طيب نفس الكلام هو فيه 3 وي ال S طبعا زير ده هيبقى بS خلاص وأنه هو بوسطف معنى كده أنه إن فيه واحد خلاص اللي هو يعني أنه فيه 1 في في ال الكلام الأخير فالمهم أنه أختصر طبعا هنا عارفين أن ال N E دايما بتبقى قبل 3S فهم الفكرة وي هنا إز متل طبعا ال E ده إي ده متل أنه في 1 في الآخر لأن Tend to lose E و X طبعا أنه كان عاوز الألكترو بوسطف اللي هو يعني عنده قبل أنه يعمل lose E lose E أنا هدف إيه من الأكسرسايز داي أدف بس أن أنا فتح تفكيرك على فكرة أنه ممكن يديك العكس يعني ممكن يديك الإيه يديك ال elements و تستنتج الأتوميك نمبر بتاعهم كام في أهم الفكرة فدي من الحاجات المهمة اللي أنا حبيت أن أشاور لكم عليها وإن شاء الله نكمل مع بعض في الفيديو اللي جاي أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق كنت معكم مستر أحمد الباشر باي باي اشتركوا في القناة